الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين أحبتي الكرام ها نحن مع حلقة مباركة ميمونة في شهر مبارك ميمون على قناتكم أنفاس بريس في حلقة حاولنا أن نلامس من خلالها موضوعا غنيا ثريا هم موضوع التوبة وما أحوجنا إلى التوبة إلى الله تعالى إلى العودة والأوبة إلى الله تعالى قال سبحانه بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار أحبتي الكرام هذا خير الخلق وسيد الخلق وصاحب الحق صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة هذا الرجل العظيم الذي قال فيه المولى عز وجل إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورغم ذلك يستغفر الله تعالى في كل حال وعلى كل الأحوال أحبة الكرام ما الحكمة من تشريع التوبة؟ الحكمة الأولى ليبين الله تعالى أهمية التكليف حتى لا نصغر استكليف الله تعالى قال لنا أقيم الصلاة فنصلي لأن هذا الأمر مفروض علينا قال لنا آت الزكاة نؤدي الزكاة لأن هذا الأمر مفروض علينا قال كذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام نصوم امتتال لأمر الله تعالى ونعظم شعائر الله تعالى كما قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب المسألة الثانية وهي أن لا يقنط الإنسان من رحمة الله تعالى فلو لم تكن التوبة أحبة الكرام لكنا يأسنا وقلنا بأن مصيرنا معروف وبأن عذابنا معروف ولكن الله تعالى فتح باب التوبة حتى نعود ونستغفر الله تعالى يعني في كل خطأ وزله ولذلك قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله مباشرة تذكروا الله تعالى فاستغفروا لذنوبهم وأعقبها قول الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله ورحمتي وسعت كل شيء ولذلك أحبة الكرام كل من إنسان وعص الله تعالى أو فرط في جنب الله تعالى يتوب إلى الله تعالى يكتر من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وأنصحكم أحبة الكرام بالصدقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ غضب الرب الصدقة تطفئ غضب الرب أي تطفئ غضب الله عز وجل أحبة الكرام ما دمت هذه التوبة؟ فما شروطها؟ أول شرط للتوبة والإقلاع عن المعصية بعد التوبة الإقلاع عن المعصية بعد التوبة مثلا نحن الآن في رمضان كل واحد مننا يبتلاه الله تعالى ببلية ولاك مثلا لك يدر استجارة ولاك مثلا لك يشرب الخمر ولاك مثلا لك يلعب القمار فهذه من الابتلاءات ومن البلاية التي على الإنسان أن يتخلص منها في شهر رمضان وهو فرصة للتصالح أولا مع الله تعالى ومع الذاتي ومع من حولنا أحبة الكرام المسألة الثانية أو الشرط الثاني الندم على فعل المعصية الندم على فعل المعصية أن الإنسان عندما يتكب معصية يندم عليها ولا يتبجح بها ولا يقول للناس قد فعلت كذا وكذا إذن مصداق لقول الله تعالى كما قلنا في الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الشرط الثالث العزم على عدم العودة إلى المعصية سبحان الله العلماء ما قالوا شنين أن لا يعود إلى المعصية لأنه عرفوا في الإنسان هناك شعوات هناك شبوات هناك ضعف هناك قوى داخلية وخارجية قد تؤدي به إلى المعصية فيضعف ولكن قالوا العزم أنك تحزم وتعقد على أن لا تعود لتلك المعصية وتدعو الله تعالى في صلواتك في خلواتك في جلواتك أن يعينك الله على على أن لا ترتكب المعصية ولذلك سمي دعاء دعاء نبوي سمي بسيد الاستغفار هو هذا الدعاء الذي سأقرأه عليكم وأنصحكم أحبتي أن تحفظوه وأن تكرروه يوميا لعل الله تعالى يرحمنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أي على طريقك ما قدرت على أن أستمر في هذه الطريق أعوذ بك من شر ما صرع تلك المعصية أبوء لك بنعمتك علي أعترف بنعمك علي وأبوء بذنبي وأعترف بذنبي يا الله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله هذا الدعاء سماه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار فلنكثر منه أحبة الكرام أحبة الكرام ما دمنا قد تحدثنا عن التوبة وشروطها لا بد أن نتحدث عن الأمور التي تعين عن التوبة أو عن التوبة أول هذه الأمور الإخلاص في التوبة لأنك تتعامل مع الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كل عمل عمل أحبة الكرام لابد له من شرطين أساسيين الإخلاص والتوب الإخلاص والصواب الإخلاص أن يكون لله تعالى والصواب أن يكون وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشيد للمدين عضوا عليها بالنواجد وكما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي تبعوا محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إذن أول شيء الإخلاص في التوبة ثاني هذه الأمور التي تعين على التوبة أن يكون الإجتهاد في الإكتار من أعمال الخير ولذلك قلنا الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب ونحن في شهر رمضان وهناك حالات اجتماعية كثيرة ونحن نشوف هذا الحجر الصحي وما خلفه من أضرار الشيماية الحباب دينا كان مثلا هذي الناس مثلا يخدمون في الأفراح ويخدمون مثلا النوادي المقاعي ما فيها بس عندي واحد تجار في الحي في الحمى في المدينة وكان عارف أحد المقاعي كتنبرك فيه وذلك السيدة كان يستربيه عندي الهاتف أو كان عارف البيت ما فيها بس ندق الدار ونقسمها شوي ما ذلك شيري كان في طربي أنا أو نعونه في شهر رمضان يعني حتى تمر هذه الجائحة وقد خرجنا كل ناسين من غانمين ثاني شيء يعين على التوبة الابتعاد عن المحرمات الحباب دينا الإنسان شهر رمضان شهر الإقبال على الله تعالى رابعة الأمور والصحبة الصالحة على الإنسان يبحث وعمل يعين عن طريق الله تعالى ولذلك قال الإمام علي خير الخلان أي خير الأصدقاء من إذا نسيت الله ذكرك منك تنسى الله تقول لك السفلان السم محمد السم سطفى وارجع للطريق وإذا ذكرت الله عانك يعين تقول لك تكتل لي ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك سيدي والصمر في طريق الله حيث هذه المسألة كانت فيك خيبة مزيان ما شاء الله الله يعونك كيشت في الطريق ديالك ولذلك أحبتي الكرام الدنيا هي ممر وليس هي مقر أحبتي الكرام حتى أختم هذا الموضوع موضوع التوبة لابد أن أسرد لكم قصة عظيمة مباركة لرجل بني إسرائيل قد قتل 99 نفسه قتل 99 نفسه وجدت واحد لحظة بغيت توب الله تعالى وقال بارك علي خسنين توب الله تعالى فدلوه عن راهب قال واحد من دينا واحد القرية فواحد الراهب استير ليه وحكي ليه ما بيقل على الله تعالى جلالي يدو الخير فبشا عنده قال لي هل لي من توبة وقد قاتلت 99 نفسه قال له ليس لك توبة فأكمل به المئة قتلته هو واستمر يبحث فدلوه عن راهب فبشا عنده قال لي يا شيخ أنا بغيت نتوب الله تعالى ودرت 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 وقتلت مئة نفس هل لي من توبة قال نعم باب التوبة مفتوح ما لم تغر غير بقى ما خرجت الروح قال لي كيف ذلك قال لي أول شرط أن تغادر أرضك وتقبيل على أرض التوبة قال لي شنين أرض توبة قال لي واحد القبيلة فنسكي خاف الله تعالى وغتخرج من القرية ديك لفنسكي عسي الله تعالى وغتفيل هذه البلاد هذا وهذا القصة عن فتح قوس كانت ردنا الأمور التي تعونوا على التوبة أنا إنسان كيقلب على الرفقة الرفقة الصالحة فهو غادي في الطريق جاء ملك الموتق بضروحه فاختصمت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ملائكة العذاب كانت تقول هذر قتل مئة نفس ومني غادي الأرض يالي كان فيها وملائكة الرحمة تقول لا إنه قتاب إلى الله تعالى فتدخلت العناية الربانية الإلهية المولوية وأمر الله تعالى بين الرجل وبين أرض التوبة وأن يبعد بين المسافة التي كان فيها يعصي الله تعالى وبينه فكان من أهل الجنة أحبة الكرام ولذلك سمى نفسه بالرحمن الرحيم أحبة الكرام عندما سندفن سيناديك الله تعالى ويناديني عبدي في التراب دفنوك وانفضوا عنك وتركوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت أسأل العلي القدير أيجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك ونحن بنو إمائك نواصينا في يدك ماض فينا حكمك عد فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم يا ربي تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا يا مولانا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام أحبة الكرام إلا أنا ألتقيكم في حلقة مباركة ميمونة أصدعكم الله تعالى وإلا ألتقيكم في حلقة مباركة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر